أصدرت محكمة تحكيم الرياضية الدولية بلوزانا السويسرية قرارها بخصوص الدربي العاصمي بين اتحاد العاصمة وملودية الجزائر سنة الفارضة وفصلت التطاس الدولية لصالح فريق اتحاد العاصمة بإلغاء جميع قرارات الهيئات الرياضية الوطنية من اتحادية ورابطة وكذا لجنة الطعون وهذا بمنح الحق لفريق اتحاد العاصمة والتأكيد على ضرورة إلغاء العقوبات الخاصة بخصم النقاط من رصيد الفريق وأكدت التطاس في مراسلة لها على عدم أحقية برمجة الدربي العاصمي يوم 12 أكتوبر من سنة 2019 ما سيترتب عنه خلط لجميع الأوراق